السلام عليكم الأحباب إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة الوصفة اليوم ستكون ليطر تولات وسيطر وصفة خفيفة ضريفة وناجحة مثل المحلات ستقطع لكم 16 حبة خاصة الناس اللي حب تخدم المشاريع في آخر الفيديو نديروا السعر على بركة الله أول حاجة نبدأ بلا كرام وسيطر ونحتاج ثلاثة حبيبات على البيض ملعقة عن شافية غير عشرة قرامات كأس سكر ومية وثمانين مليلي تدفع عاصر ليمون خلطوهم كمن دهم فوق النار هنا بعد ما حطيناهم فوق النار مع التحريك المستمر خفيفة ضريف النار تكون قليلة طلعة شوية المتوسط ما نديروها مش قوية من بعد نديرو هذيك المية غرامتها الزبدة نخلطوهم الكريمة تعنا راه وجدها شفش جيء مات شاء الله نخلوها ترتاح ونجوزو نحضروا لاباتت تعنا بالنسبة للاباتت راح نجيبوا لي أنوش نحطهم مية وخمس وعشرين قرامتها الزبدة حباتها على البيض قليصات على الملح ملعقة على الفاني زوج غرامتها حوله زوج ملاعقة على السكر وقلس زوج ملاعقة على النيشة يعني خمسين خمسين قرام نضيفو عليهم ملعقة على الزيت اللي راح تعطينا تبسيسها في لابات ما شاء الله وعندنا الكمية على الفارينة من مئتين وخمسين قرام حتى تلت تلتمية أول حاجة نضربو كامل المكونات باش العملية يجيكم سهلة ماهلة نضيفو عليها هذيك الميتين وخمسين غرام تاع الفارينة ممكن توصل حتى تلت تلتمية غرام نطم كامل لاباتتاعي يخفيف ضريف بلا ما راح خليها تريح نبوليها مكامل على خمس وثلاثين غرام ونجو نشكلوهم على بركة الله وهنا راح نجيبو لي ملتعنا بعدما قطعناهم كامل على خمس وثلاثين غرام اللي ملتعنا القطر تاعه السبعة سنتيمات تحبو تديرو السامبل تحبو تديرو المدرجين لكم الاختيار نبسطو العاجينة لانها الطريقة أبريل وش راح نديرو نتقبوهم كامل بالفرشيطة وش ندخلوهم للمجمد يريحو حوالي 4 ساعة ونشعلو الفورت تعنا على 180 درجة نخلوه يسخن حوالي 20 دقيقة نطيبوهم كامل بالنسبة لطياب تحبو تخلوهم بيوضة تحبو تحمروهم هذيك راح تبقى عليكم نطيب كامل الحبيبات ونعود نولي لكم وهنا بعد ما طابوا ليفون ديوتارت التوناد ضروري انكم تخلوهم يبردوا جيدا والكريمة تعنا تكون بردة نصف الكميارة حطيتها في لابوش عاليش بش لابطة تعنا تبقى كما يقول لك خيستيونت والكريمة هذيك تجيبينينا لو كانت تديرو واحدة فيهم سخونا راح تخسر لكم العاجينة هنا واش راح نديرو نعمروهم كامل ونجو نحضروا اللاميرنج على بركة الله بالنسبة للاميرنج تعنا راح نحتاجه ثلاثة بايد البيض حوالي 100 غرام مع 200 غرام بتاع السكر نضربوهم جيدا وندهم فوق حمام مائي ونبقى ونضربو فيهم حتى نتطلع عنا الكريمة وهنا بعد ما وجزت لاميرنج تعنا دوكا واش راح نديرو نحمرها في لابوش ونجو نبوشي بهم على بركة الله الكريمة تعنا بعد ما حطيناها كامل قلت لكم لابوش تعنا الطريقة هذي تعالى مرنج راح تجي ما شاء الله كديروها في الباماري وجي بيا ليس هنا واش راح نديرو نشبههم كامل اخفيف طريف نجيب الشالي متاعي ونحمرهم اخفيف طريف ونجو نشوفوهم كما راكو تشوفوه هذا هو الشكل النهائي اخفيف طريف تقطع لكم 16 حبة بالنسبة للسعر 6000 حبة وضوار ترجمة نانسي قنقر